جريمة الأسانسير فيديو انتشر بشكل كبير جداً على السوشيال ميديا لخطف طفلتين من أبوهم أيوة من أبوهم أبوهم هو اللي دخل خضرهم واستعان بسواء عشان يخضر البنت التانية لأنه هم بنتين فإنتوا متخيلين يعني إيه؟ أب يخضر بناته عشان يخطفهم من أمهم متخيلين يعني إيه أصلاً إن هو لا يستحق لقب أب إن هو يعمل كده في بناته دخل الأسانسير خطف بنتينه وخضرهم واحدة منهم من كتر مقاعدة تعافر وتحاول رماها في الشارع وخد التانية في تاكسي وجري أب عديم الإنسانية وعديم المسئولية ويعني أقل حاجة تتعمل فيه أقل حاجة يتعدم مش بس يتعاقب لأ هو يتعاقب بالإعدام النهاردة أنا منوراني ومشرفاني والدة حنين وجنة هنسمع منها أكتر هنعرف منها أكتر إيه اللي حصل إزاي الوقع دي تمت الموضوع ده يمكن شاغل الرأي العام كله بقالنا كام يوم الناس كلها ما بتتكلمش غير عن حنين وجنة والدهم اللي خطفهم وخدرهم منوراني وأهلاً بيك يا أستاذ أهلاً بيك يا مارو قلبي معاكي ويعني أنا مش عارفة أقولك إيه يعني إحنا لما شفنا الفيديو كلنا جلنا صدمة وإحنا إسمنا إن إحنا بنتفرج كمان على فيديو على السوشيال ميديا لدرجة إنه أنا كنت بقولك قبل الهواء إن إحنا مكنش متخيلين إن اللي كان بيخضر البنت في الأسانسير ده أبوها للأسانسير اللي هو اللي بدأنا ولابسنا الضارة ده أبوها إحنا كنا متخيلين إنه هو استعين باثنين لده مقبول ولده مقبول ولكن هو استعين باثنين عشان يخضروا البنتين اكتشفنا إنه هو أبوهم اللي بيخضرهم باستعينة أو استعين كمان بواحد معاه عايزك يتحكي لي القصة من الأول للأسف يا ماروة فعلاً ده حصل طبعاً الواحد لسه بيحاول يستوعب إزاي البنات تقضوا البقايق دي أو الوقت ده في الرعب اللي هم عاشوا ومن أبوهم جالي تليفون في الشغل وأنا في شغلي واحدة قالت لي الحقي بناتك بتقولي إيه دي كده الأول عشان هقولك على حاجة بدأت تتكلم بتقولي أنا لقيت بناتك متخضرين بنتك لقناها متخضرة ومرمية في الشارع وبتحاول إن هي يعني تقوم علشان تفوق واحد تاني شاي للبنت التانية وخدها في تاكسي وجري أنا ما بقيتش عارفة أسمع أصلاً أي حاجة يعني قلبي فعلاً بقى كاكت حسن أنه هو عيطلق برا دماغي بقيت خلاص يعني نهارس جداً ما بقيتش عارفة أصلاً أسمع هي بتقول إيه ما بقيت متخهيلاهم قدامي عرفت طبعاً إنه هو لأنه هو مش أول مرة إحنا بقالنا يعني من أول الطلاق من قبل الطلاق وإحنا بنتعامل بعنف بنتعامل سبب وألفاز خذرة وأسلوب مش محترم في التعامل مش بيحترم حد خالص يعني حتى حقوقنا الطبيعية ما باخدهاش يعني حتى حقوقنا العادية الطبيعية المفروض ناخدها أب يسأل على أولاده أصلاً ده ما كانش بيحصل فلما سمعت الخبر أنا حتى ما بقيتش عارفة أشوف التليفونات اللي هتسعفني ساعتها إيه مش عارفة فعلاً أنا طلع التليفون بقيت بقول الزمالي في الشغل طب إلحقوني طلعوا لي رقم أخويا يلحق أي حاجة بتديت فعلاً طلعت الاسم وبقى هما بيملوا مش شايفة فعلاً الأرطام من الخضة والصدمة ما بقيتش شايفة الأرطام كلمت أخويا وبعدين قلت بدأت أحاول ألملم حاكتي واجري عشان أشوفها عامل إيه في المصيبة دي وقالوا لي أن البنت التانية مشيت وأنا عارفة أنه هو عايز ياخدها ويمشي يسافر فجريت مش قادرة سوء حتى العربية خدوني حتى زمالي في الشغل ووصلوني البيت رحت لقيت بنتي بنتي كبيرة بدأت تفوق وتتكلم بقيت هي حبيبتي تجيلة نتمرمية على الأرض متخدرة هي حبيبتي من صدمتها هي يعني جنة كتومة ياريتها حتى بتقدر تعبر جنة عندها كم سنة 14 سنة وحنينة عندها كم سنة 11 سنة هم شخصياتهم مختلفة يعني واحدة جنة هي اللي كانت بتحاول تقاوم وتزق أو أنا شافيته داخل على أختها هي عارفة طبعا هيعمل إيه بقيت بتحاول تبعيده عنها بتحاول تدافع عن أختها متعرفش إن لسه فيه غدر تاني جاية جاية هيهجم عليها دول أطفال دول أطفال إنتوا إزاي استحليتوا على نفسكم إن إنتوا تعملوا ده إيه الغدر ده من الدور البيتنا من دور بيتنا أنا يعني الدور اللي إحنا ساكنين فيه الحتة اللي هي الوحيدة اللي إحنا بنسيبهم فيها عشان حسين فيها بالأمان أنا بنتي بتقول أنا أقول ما بركب الأسنسير خلاص بتطمن إنه هو مش هيطل على لنا بقى هو الخطر اللي في حياتهم بدل ما يكون مصدر الأمان بقى هو الخطر اللي في حياتنا يعني أنا عايز أقول لك إن أنا وغيري يعني لما شوفنا الفيديو أنا تخضيت أنا مكنت مش مصدقة إنه فيه أب يعني يعني الناس بتقول ما تضربش ما تمديش إيدك على بناتك إنت رايح بتخضرهم أنا مش هكتل يعني إنت مخفتش عليهم أو إنت مفكرتش فيهم أو إنت فكرت في إيه يعني حتى لو إنت عايز تخدهم ولا تخطفهم تخضرهم بالموضر حبكهم فيك يا أخي إنت ممكن تعمل فيهم حاجة بس أنا عايز أرجع بقى أسألك على حاجة أنت جوستي شخصية زي دي إزاي؟ وأنا بعترف إن وسوء اختيار أكيد بس إحنا طبعا كنا لسه صغيرين ويمكن برضو أنا ما كنتش مختلطة قوي بناس كتير فما كنتش برضو قادرة أن أنا أقايم الشخص ده وحطه في مكانه الصح فسبحان الله ويا شاء القدر يعني أنا لسه حتى بقول لبناتي أنا أسفى أني أسأت اختياري فعلا وبقول لهم تاني دلوقتي قدام العالم كله أنا أسفى أختياري أنا أحطرت أن الأطفال هم اللي بيتفاعوا التمن ما ينفعش أنه يكون أطفال الأطفال هم اللي بيتفاعوا التمن أنا أسفى فعلا ليكم وبحاول أن أنا أصلح ده بس يعني أنا عايز أعرف حاجة برضو يا هيبة يعني أنت أنت متجوزة من إمتى من 2008 2008 اطلقتوا بعد قد إيه هي كل الفترة اللي احنا عشناها وما بعد كانت متقطعة يعني أول سنة اللي عشناها وما بعد كانت كلها عنف وبردو أزى نفسي كان بيدرابك جدا ليا فأقو ما كانش فيه دارب لكن كان فيه إساءة ومعاملة وسيئة جدا واسلوب فيه الفوز ومش مبرر كان بيقول الفوز كان بيضيقك بالكلام بيقلل منك بيجينك تقليل بقى من الشأن رهيب تقليل شأن غير عادي في كل حاجة الطريقة نفسها فيها حاجات غير مبررة يعني أنا مثلا حتى ممكن يبقى ليا رد فعل عنيف بس السبب فأنا مبقاش أصلا سهنة هو فجأة كده راجع من الشغل مثلا يتعدى عليك بالكلام آه معرفش كان بيطعط حاجة كان بيشرب حاجة والله أنا ملحقتش صراحة عايشت معاس أنا معرفش بصراحة في الفترة ديما كانش بيشرب حاجة لا مجفتش ده الحقيقة لكن هو سلوكه كان غير طبيعي يعني ده السلوك أنا بقى أحطه في مكان مش سلوك اتنين مختلفين ولا سلوك يعني طباع مختلف فلا ده سلوك شاذ سلوك غريب